أطلقت جامعة كفرشيخ قافلة طبية توعوية وإرشادية شاملة إلى قرية خليج قبلي والقرى المجاورة بمركز مطبوس يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة وتهدف القافلة لتكريس دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدول الدولة وتوجهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجدة لمصر في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفقا لرؤية 2030 وإيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع تدشين قافلة الطبية والقافلة المتكاملة إلى قرى ومراكز حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس وتوجيهات سيادته وباشتراك للكليات الطبية والكليات الإنسانية لتقديم خدمة طبية وتسقيف وتوعية أعلى مستوى نستهدف في بناء الأسرة المصرية والرعاية الصحية على أعلى مستوى ما شاء الله يعني النهاردة تبع حياة كريمة وتبع مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ربنا يخليه للشعب المصري عمل جميل جدا ده قطرة من كل مكان وأساتذة كبيرة في رمض وبطنة ومسارك بولية وجراحة ما شاء الله يعني أنا كشفت النهاردة وخدت العلاج على العيون وعلى الودان وعلى اللي احنا عوزين ومبسوطين بالحاجة اللي حصلت النهاردة كله كشفت أنفو أزو وأشكر السادة الموجودين اللي جابونا العلاج اشتركوا في القناة